انطلقت مباريات نهائيات كأس حضر موتى بنسختها الثامنة فعلى أرضية الملعب الأولمبي بسيئون جرت أولى مباريات المجموعة الخامسة التي جمعت بين فريقي سلام الغرفة وتعاون العقاد وأسفرت عن فوز السلام بهدفين دون رد سجل في الشوط الأول وفي المجموعة ذاتها جمعت المباراة الثانية على ملعب ناد البرق بتريم فريقي شباب اللسك والبرق وانتهت بالتعادل الإيجابية بهدف لكل منهما نبدأ المرحلة الثانية المرحلة الدورية 32 من بطولة كأس حضر موتى الثامنة طبعا البطولة لها عدة مراحل بداية من الدوري التمهيدي شارك في الدوري التمهيدي تقريبا بيكون 21 نادي والمرحلة الثانية اللي هو 32 نادي مشاركين في هذه المرحلة طبعا المرحلة مقسمة على ثمان مجموعات في إطار أربع مليموعات في الوادي وأربع مليموعات في الساحل طبعا البطولة تلعب بنظام الكل مع الكل يتأهل من كل مجموعة فريقين إلى المرحلة الثانية اللي هو مرحلة أدوار دور 16 اللي هو بيلعب بين أندية الوادي وأندية الساحل يشارك في النهائيات التي تقام في ثلاث مديريات نية تريم والشحر بالإضافة إلى سيئون 32 ناديا تمثل الفرق المتأهلة من دور 16 للنسخة الماضية يضاف إليها 16 فريقا تأهلوا من الدور التمهيدي الذي نظم للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة وتوزعت الفرق المشاركة على ثمان مجموعات ليتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور المقبل أول مباراة تعتبر لنا ونحن استعدانا في فترة بسيطة فترة يعني ما حتى خمسة مارين ولكن لله الحمد أن ربنا وفق نحن وفزنا باثنين صفر مفروض تضعف النتيجة إلى أكثر لأنه فيه لاعب انطلق من الفريق الثاني الفريق الخصم وإن شاء الله نحن لمباريات القادمة نعدكم أن نقدم مستوى أفضل إلى الأفضل بإذن الله يحظى كاسو حضر موتى باهتمام كبير بل إن الزخم والحضور الجماهيري الذي يرافق المنافسات في جميع أدوارها يؤكد أهمية البطولة للفرق المشاركة وكان فريق اتفاق الحوطة قد توج بطلا للنسخة الماضية ويتربع فريق تضامن حضر موتى على عرش أكثر الفرق حصدا لللقب ويليه شعب حضر موتى برصيد بطولتين فهل يتوج فريق جديد بطولة الكأس؟ أم إن اللقب سينحصر بين الفرق المتوجثين سابقا؟ اشتركوا في القناة